نرى حتى في تنكتر نمشي بالنعرلين جفاف فمثلاً هذه الصورة من 2021 نرى أن النهر جاف وهذه الصورة من 2022 نرى أن النهر بهم مياه وهذا دليل على أن البشرة يتحكم بمياه النهر لكي لا يحصل الجفاف لكي يحدث هناك توازن في المياه فمثل ما قلت لكم أن المياه هناك من يتحكم بها وماكو شيء اسمه جفاف تلقائي ومثل ما يجف أو يسعد لا، هناك من يتحكم بالمياه وهذا هو أحد أفرع نهر الفرات مثل ما ترونه كان عبارة عن بحر هذا الفرع ربما أنا أطلت الكلام ولكن لكي تصل المعلومة بصورة دقيقة أما الفرع الآخر فهو من هناك من هذه الجهة لأنه يقتحم الجزيرة من جهتين فحتى لو كان النهر الفرات هذا مملوء بالمياه أكيد سوف تذهب للبحر ويتم إهدارها ولا تستفيد منها لا البشر ولا الكائنات ولا الزرع فتذهب المياه إلى المياه المالحة وهذه كارثة فأني من رأيي إذا أرى أن نهر الفرات يبقى على هذا الوضع يعني هي حاجزين ليتم الحفاظ على المياه ومنع استهلاكها بالطرق غير مفيدة وأنت تعرفون أن المياه العذبة نادرة جدا لا توجد إلا في الأنهار الجليدية مثل نهر الفرات أو نهر الفرات وفي المياه الجوفية نادرة ما توجد نهر الفرات يعني كل هذا اللي جاي تشوفون النهر الآن يعني هو مسيطر عليه يعني يمكن التحكم به يمكن بليلة وضحاها يرتفع المنسوب كنت هنا راح تقولولي يعني هذا النار الفرات يعني هناك من يتحكم به نعم السدود هي من تتحكم به يعني مثل ما قلت لكم أن نسبة المياه العذبة في الكرة الأرضية لا تتجاوز ثلاثة بالمئة لازم يتحكم به هاي المياه لكي لا تهذر وتذهب إلى البحر يعني إذا ذهبت إلى البحر لا يمكن أن ترجع وبعدها سنفقد المياه العذبة فسيتم تخزين هذه المياه في السدود لكي يستفاد منها البشر لاحقا وهذه المياه سوف لن تضيع يا ما تستخدم لإنتاج الطاقة الكربائية أو يتم تخزينها تتسرب إلى جوف الأرض لتصبح مياه جوفية وبالحالتين الجنس البشري مستفاد أما عن موضوع جبل الذهب فمذكور بالأحاديث النبوية أنه نهر الفرات في آخر الزمان سوف ينحص على جبل من ذهب اختلف الكثير بهذا الموضوع يعني ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بجبل الذهب هل هو حقا جبل ذهب يعني مع العلم إذا أن تحكي له هسا في الواقع أنه نهر الفرات أصبح يعني عمقه لا يتجاوز المترين أو ثلاث مترات فهل يوجد جبل الذهب طوله ثلاث مترات أو مترين وأنا هنا لا أجزم الحديث بس أريد أثبت أنه موجود جبل الذهب بس شنو هذا جبل الذهب يقول الكثير من العلماء أنه جبل الذهب والذهب أنه الجبل هو السد والذهب هو المياه نهر الفرات التي يخزنها السد ولكن لماذا سمي هذا نهر الفرات بالذهب سمي نهر الفرات بالذهب لأن مياه أهم من الذهب لأنه بآخر الزمان يقول لك ستصبح الحروب على الماء فأني أذهب أقاتل من أجل الذهب أم أقاتل من أجل الماء فأكيد أقاتل من أجل اسماء الماء ليست منطقية؟ منطقية أما إذا كان علامة آخرين قالوا أنه العراق هو الذهب هو العراق نهر الفرات يطفع على بحر من الذهب وهي نظرية ضعيفة فالكثير قالهم أنه جبل الذهب هو السد والذهب هو نهر الفرات فسد أيضا به فوائد وولد كهربائي خزم مياهي منع العواصف كثير فوائد أما هل يوجد جبل الذهب؟ حقيقي يعني يعني يوجد الكثير من صارات أبحاث على نهر الفرات للبحث عن الذهب فتبعين أن نهر الفرات لا يوجد به أي ذهب يعني إلا ذرات قليلة جدا تقدروا أن ترون هذه الجبال الوعرة التي تمتد من سوريا إلى العراق وهذه الجبال كلها كانت مقطع بالبحر اسمها بحر T-S وهذه الجبال شاهقة جدا مناطق هناك ربما تذهب إليها لا تبعد إلا سوى 2 كم وهذه المناطق الجبال تشبه شمال العراق هل ترونها حتى يعني أن الجبل مخطط هذا دليل على أنه البحر كان ينحصر يعني ينحصر ببطء فإن شاء الله أروح هناك وأصور لكم الفيديو وأشوفكم عجائب العراق كما ترون هذا أحد أفروا عنها للفرات والذي هو بالأصل المياه مالته كانت فوقي والآن هو جف ولم يتبقى منه إلا القليل وهذه كل مياه يعني يتحكم بها أما التغيير المناخي ربما نسبة تأثير حسب ما يقول العلماء 10% أما باقي المياه هي مخزنة فيها السدود ويثم التحكم بها فيوجد الكثير من السدود موجودة على نهر الفرات هي التي يتم بها تخزين المياه ويستفاد منها العالم فلا تتعجب إذا شفت شخص يمشي في وسط نهر الفرات أو سيارة يمشي في وسط نهر الفرات كل شيء وارد مثل ما قلت لكم أن هذه المياه العذبة يجب أن يجب أن نحافظ عليها لأن إذا راحت المياه العذبة هناك ستعتف كارثة ستعتف كارثة بالتأكيد يعني كثير من المياه جاء تذهب وتصوب في شط العرب بدون الاستفادة منها تذهب إلى المياه المالحة وهذا كل شيء غلب وهنا وصلت إلى نهاية الفيديو أخبركم ما سبب الحسارة جاء يسرب نهر الفرات وهو المحافظة على المياه العذبة من الهدر لأن أكوناك دام صارت صارت اتفاقات بين العراق والتخفيض نهر الفرات للحفاظ على المياه مثل ما جاي تشوفون يعني ميصر هذه المياه تهدر للبحر فبناء السدود وهي نتائج بناء السدود هي أيضا تفيد البشرية مثل ما جاي تشوفون هنا أنا وصلت إلى نهاية الحلقة وصلت إلى نهاية الحلقة